تولي الحكومة الروسية أهمية بالغة لتنويع صادراتها في السنوات الثلاثة والأربع الأخيرة حيث تم إنشاء أول هيئة تصنيف للتصدير وأنشئ منذ حوالي العام مركز التصدير في روسيا والذي يقدم خدمة الشباك الواحد للمصادرين الروسيين بهدف تسهيل أمورهم إن المهمة الرئيسية هي تنويع الصادرات الروسية والابتعاد عن الصادرات من النفط والغاز وفي الحقيقة أتت النتائج جيدة للغاية ونحن نسمي هذا النوع الجديد من الصادرات الصادرات من المواد غير الخام والتي تضمن كل المواد باستثناء النفط الخام والغاز الطبيعي وقد سجل هذا النوع من الصادرات نموا من نحو 6% في 2015 ونتوقع أن تنمو هذه الصادرات لهذا العام بحوالي 6% أيضا فنقوم بهذا قد خفضنا الصادرات من النفط والغاز فإذا ما نظرنا بشكل عام إلى قطاع التصدير فبإمكاننا أن نصدر مواد متعددة على إغرار المخصبات والمعادن والمواد الكيميائية بالإضافة إلى المكينات الثقيلة التي تزداد الصادرات منها بشكل كبير اليوم دون أن ننسى أيضا بأننا نتمتع بقطاع طاقة حيوي جدا والذي يشمل الطاقة النظيفة والطاقة النوئية كما أننا وضعنا برنامجة مهمة لقطاع الطيران لتصدير الطائرات والمروحيات كما وما زلنا نحافظ على مركزنا القيادي في مجال الفضاء الجوي الناشط جدا حيث نسجل 12 إطلاق فضائية في السنة إذن التنويع واضح اليوم في الصادرات الروسية علما بأن الصادرات من النفط والغاز ما زالت تشكل نحو 47 إلى 48% من إجمال الصادرات ولكن نعمل على خفضها إلى نسب أقل الاستراتيجية اليوم هي التوجه أكثر نحو تنويع الأسواق لطالما كان الدول الكمونويلث شريكا التجاري ونحن نحافظ على ذلك ولكن في نفس الوقت نحن نصدر إلى 62 دولة مختلفة لدينا مشاريع مختلفة في عدة دول واليوم نتوجه أكثر إلى الأسواق في جنوب شرق أسيا علما بأن إيران اليوم باتت أسواقها مفتوحة وتتجي جميع الأنظار إليها وروسيا من بينهم حيث تربطنا بإيران علاقات تاريخية وتجارية ومشكل محفزا كبيرا لصادراتنا هو انخفاض العملة الروسية الروبل العام الماضي حتى وإن أدى ذلك إلى انخفاض في الواردات فقد استفدت الشركات المصدرة للسلع من قطاع الطاقة والفضاء الجوي والطائرات والماكينات الثقيلة حيث ارتفعت تنافسية صادراتنا من حيث الأسعار مقارنة مع غيرها ونتوقع نمو هذا نوع من الصادرات مقارنة مع غيرها مقارنة مع غيرها اشتركوا في القناة